موسيقى نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين في الحقيقة الدكتور رضا حجازي هرم من أهرامات التعليم في مصر رجل لا يحتاج يعني أن نتحدث عنه لأن أعماله تتحدث عنه وتاريخه يتحدث عنه ولكن الآن الدكتور رضا هو أتى في وقت وفي مرحلة تحتاج إلى يعني خلينا نقول كده نحن في مرحلة فاصلة طبعا الأزمة الرئيسية في التعليم وفي حتة المعلمين تحديدا وهو العجز العجز الذي ينتاب العديد بل الكثير من المشاكل ومن المدارس ومن الإدارات عندي عجز في المواد عندي عجز في المعلمين وبناء عليه أو بناء عليه بقى بلغة البرلمان كان هناك جلسة في لجنة التعليم بالبرلمان وكان يعني تقريبا ده أول الحضور للدكتور الرضا عجزي بصفته بصفته كنائب للوزير لشؤون التعليم وكان هناك العديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من أسادة النواب تحديدا أعضاء لجنة التعليم في الحقيقة أنا ناس كثير كانت متوقعا عدم حضور الدكتور لأنه لم يعني لم يمضي على تولي المهمة إلا ساعات قليلة فكان ممكن أن هو يرسل خطاب مثلا للبرلمان واللجنة التعليم يقول لهم الله أنا يعني بعتذر وممكن يعني أجلولي الجلسة ولكن الغريب وكان منفجئ لنا كلنا كالصحفيين حضور الدكتور الرضا عجزي وده يحسب له على فكرة ومع ذلك الكلام كان كويس جدا واتكلم وقال فعلا إحنا لدينا بعض الإشارات لبعض العجز في بعض الأماكن وده كلام محترم وكلام يحترم كان داخل البرلمان داخل لجنة التعليم وسنقتهد في الأيام القليلة القادمة أو في الأيام القادمة لسد هذا العجز والأولوية للستة وتلاتين ألف اللي هم بيتم التعاقد معهم في من العام الماضي بعض الناس وبعض الزملاء فهموا الموضوع غلط إنه قال إنه هيلغي أو قيل يعني أو نقلة إنه هيلغي مسابقة ستة وتلاتين الكلام ده لأ الكلام الدقيق أن الأولوية للستة وتلاتين ألف واجب التنبيه بس في الحتة دي حتى لا نثير بلبلة بلا داعي يعني الكلام ما كانش إنه هيلغي المسابقة لأ ده هيبني على المسابقة والأولوية للستة وتلاتين ألف يعني حتى لا يعني يكون هناك بلبلة بلا داعي برضو إحنا بنشد على إيد الدكتور رضا حكازي اللي بنقوله أنت رجل في مرحلة من الأهمية بمكان وأنا شخصياً وكثيرين نثق فيه كدكتور رضا وكتير من خبراء التعليم في مصر بيثقوا في اسم الدكتور رضا حكازي الاسم يتحدث عن نفسه التاريخ يتحدث عن نفسه لذلك نحن نريد في المرحلة القادمة بالفعل خطة إحنا عايزين خطة عايزين نشتغل من خلال شغلك بقى أو علمك يا دكتور رضا اللي إحنا إحنا تعلمنا منك على مدار السنوات اللي فاتت نتمنى توفيق للدكتور رضا حكازي وفعلاً وجودك في لجنة التعليم وعلى فكرة يعني الغريب وبينقولنا صاحب فينا أو زمايلنا في البرلمان إن اللجنة كانت سعيدة بكلام الدكتور رضا حكازي لأنه هو أتكلم برضو في حتة مهمة جدا طلبات الإحاطة أو الأسئلة كان من ضمنها رواتب المعلمين وزيادة المرتبات كان ممكن أي حد يقول آه وإحنا بنعب بزيادة المرتبات معتزل طبعاً عن هذا العط الفني ولكن اتطمنه بنعيد تاني حدثنا ونستكمل عام مدار في لجنة التعليم في البرلمان والحضور الأول والظهور الأول على الأستاذ الدكتور رضا حكازي كان فيه كلام عن زيادة مرتبات المعلمين وطبعاً هذا مطلب ومطلب مشروع ونفسنا طبعاً أن تتحسن أحوال المعلمين لأن بتحسن أحوال المعلمين ستنضبط أمور كثيرة في التعليم ولكن كان الدكتور رضا حكازي واضح في هذا الموضوع ونبحيه لم يعد وعود براقة لم يعد وعود يمكن ألا تأتي بنتيجة وثمار هو رمى الكرة في ملعب النواب وعلى فكرة وهو ده الواقع زيادة مرتبات المعلمين ليست قرار وزارة التربية والتعليم وحدها ده قرار أيضاً يحتاج إلى وزارة المالية يعني الشغل ده شغل مجلس وزراء شغل موازنة شغل نواب مش شغل وزير تعليم ولا وزارة تعليم وإن كنا معاه وبنطالب بيه وبنطالب دايماً بتحسين أحوال المعلمين بصراحة الراجل قال ووعد بتدريب المعلمين توفير مناخ جيد لهم بحسن العلاقة بين المعلمين وبين أولياء الأمور وده أمر بصراحة لو إحنا عملنا علاقة جيدة بين أولياء الأمر والمعلم عملنا تحسين لظروف المعاشية للمعلمين عملنا تدريب وتطوير للمعلمين أعتقد أن احنا هنشوف نتيجة ده في أقل من سنة أو في سنة عام دراسي هتلاقي النتيجة تختلف عن العام اللي قبليه هي دي التلات مشاكل الرئيسية في مصر طبعاً مع سد العجز اللي احنا نفسينا أنه هو يتسد مع البنية الأساسية لبعض المدارس وبعض الفصول تطوير ولكن احنا مش هنغمض عيننا وهنأمل كده هنطور التعليم في لحظة لا التطوير بيحتاج لمزيد من الوقت وأعتقد أن احنا ممكن نكون بعد اختيار الدكتور رضح جازي نحن على طريق جديد في العلاقة بين المعلمين وبين أولئة الأمور وبين المعلمين وبين وزارة التربية والتعليم مرة تانية بنهني الدكتور رضح جازي وبنهني وزارة التعليم وبنهني معلمين مصر باختيار هذا الرجل اللي يكون نائباً لوزير التعليم لشؤون المعلمين ولازال طبعاً لسد الدكتور رضح جازي هو المشرف على قطاع التعليم في مصر وأعتقد أن المهمة ستكون صعبة لمن يأتي بعد الدكتور رضح جازي إن تم وستكون المهمة ثقيلة أنا أعلم على عتق الدكتور رضح جازي أن استمر أيضا في هذا المنصب مع منصبه الجديد ولكن أنا أعلم أن هذا الرجل هو لها وهو قدير وقادر بإذن الله على النجاح في كلتا المنصبين بنهاني الدكتور رضح جازي بنا تمنى له طبعا التوفيق وتهنئة للتعليم في مصر باختيار هذا الرجل